إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحي الأحرار والحرائر الشرفاء والشرفات فقط لا غير أما ليدهبوا إلى مزبلة التاريخ ولا يهمنا أمرهم إذن من خلال هذا الفيديو كالعادة نجسد الحضور اليوم دينا بدون انقطاع بدون توقف حتى نأخذ الحقوق دينا كاملة مكتملة غير منخوصة نصنبا دي السيزونيي نصنبا دي السيزونيي أصحاب قالوا أصحاب قالوا جاوج عيشورا فمكانهم الدائم معروف إذن من خلال هذا الفيديو الذي سيعقبه مباشرة واحد المباشر سنسلط الضوء على بعض التجاوزات والخرقات والعيوب والطقوب التي تم حصرها وللأسف الشديد لم يتم تجاوزها قطعا لنتفاجأ الآن بعد أن انتهى كل شيء بعد أن انتهى كل شيء الخرجتي يتباكون ينوحون يعني حظهم التعيس ولكن للأسف الشديد لانتهى الكلام انتهى الكلام وسدات مدام سنزدو نوضحه أكثر لأن الأغلبية الصاحقة الصاحقة لا تفهم شيئا نهائيا خاص لي إذا فعلك أولا يكون ملم بالحيتيات ديال القضايا والملفات للأسف الشديد يجهلون الآليات لمعالجة الملفات وبالتالي فالإدارة تدهم تلعونا وتتردهم عطشانيا وخيلوا من تالينا على ذلك هو هذا الملف اللي تسمي الزنزان العاشرة التوظيف الأول التاسع منذ أزجد من أربعة شهور هما يتخبطون تخبطا عشوى ونجعلينهم سارحين كل واحد يؤولوا تأويله اللي في آخر المطاف اكتشف أنه خاطئا حتى اللي تقول لك فاهمين مش قدر قناة ولكن عضو فيش تنظيم نقابي إلى آخره غد فهمش نمي لما كنتيش متبع من الأول لما كنتيش جبتي جميع تهاليز الوزارات لما كنتيش يعني صادفتي وعشتي هدو كل مشاكل وعرفتي كيفاش تتعالجوا بمجرد قرسل يمغودنيهم بما يسمى التوقفات كل شي تكمش ورجع اللور وخلي الموقوفين يعني لمصيرهم المجهول هادش اللي كنتي نبهوا له ونبهنا له أكثر ما من مرة اللي سمعوا منا راجعون هارجوج واحد وتجنبوا الويلات إذن الزنزان العاشرة بكل بساطة والمادة واحد وثمانين اللي جات في هاد النظام الأساسي اللي تهو ما عارفه نوش كدير أصلا لما هو إلا واحد النظام لجمع واحد جوج الأصناف دي الموظفين موظفين مرسمين مع الإدارة وموظفين سيرسمون مع الأكاديم للآن في الأول كانت تقول لك الوظيفة العمومية والإدماج في الوظيفة العمومية والحفاظ على المدرسة العمومية الآن والله يا ربي يا ربي غسل لعنب غير ترسمه في الأكاديم إذن باش نكونوا واضحين قرن أو زمارة خرجت وقلت لكم سي سيناها دي ولا أكتر ورجعوا الفيديوهات مني كنتم بلس أمام البحر وديل المحيط من هنا من آسف حاضرة المحيط المناطلة وقتنقول لكم مرة غايدي يجي واحد النهار غايقول لكم لم أعجبكم لحال بربراس في الحيط ولا أشرب من المحيط هذا كشي اللي كين الآن انتهى كل شي خرجت يعني المذكرة تلطرقية بالاختيار برسم 2023 اللي هي تأخرت يعني على الموعيد ديلها امتحال الكفاءة المهنية ديلها 23 اخر على يعني الوقت ديال اللي مورف تدوز فيه إذن تأخيرات ولا أحد يحرك ساكنا الآن بعدما خرجت المذكرة في ثلاثة جوان انتهي الكلام النواح والبكاء وعلى الأطلال لن يجد نفعل الزنزان العاشرة لأن حاجة بعيدة منك لأن كانوا عندكم تنسيقيات وكانوا عندكم ممتلين ديلها وكانوا تدعمهم وما كانوا تقولوا لكم حتى شي نعم مي فمن اختلطتي اختلطتي الأمور خرجنا باش نوضح ونزيد ونوضح الترقية وفق المجد 81 تقول لك ترقية عادية بحال جميع الترقيات التي تتوفر في الشروط المطلوبة يعني تكون عندك عشرات سنين في السلام يقدد في جداوية الترقي من بعد الإدارة الإدارة عبر الرئيس المباشر يعني مدير المؤسسة والرؤساء المتسلسلين المفتش والمدير العقليمي تدير لك واحد النقطة لتقييم ديالك لتكون على عشرين والنقطة ديال تفتيش ديالك والأقدامية العامة في الإدارة والأقدامية في السلام والآل يجب أنتم عارفين كيف اشتد تحسب من تدير العداد يعني ديال المحتمل ترقياتهم وفق الكوطة ديال 22 من مجموع يعني المستوفين للشروط 22 في البيان في النصر الطرقية بالاختيار هنا ستكون هناك التباري بالنقط واللي وصل لعتبة تترقى واللي ما وصلش لعتبة تيد دور 120 هذه هي الآلية الأولى وذلك بعد منحك سنوات اعتبارية في خمس سنوات اللي كانت ربعة ونهار 26 دو جنبير من دخلة الفن زادكم واحد النقطة ولات خمس سنة يعني ولات خمس السنوات هذا كل ما في الأمر يتم موما هذه السنوات وإعادة الترتيب في الدرجة الثانية هذه الآلية أول حاجة أنها تحسن الترقي تحسن الترقي لأن السنوات الاعتبارية هي من أجل التقييد تعويضا عن السنوات التي قرصنت ومن أجل تحسين شروط ترقي فقط لا غير الشيء الثاني عندما ترقى أصلا إلى الحادي عشر آن تشوف السنوات فئات التي كانت عندهم السنوات قرصنت من كان في التاسع وذو العشر يعني لتأخروا باش يجوزوا من التاسع إلى العشر آن داك غدروا واحد عفوا غدروا واحد لانورم اللي هو على أساسه غيشوفو أي سنة تفوق 14 سنة هي اللي غيح تسوى في السلم الحاضي عشر كسنوات جوزافيا اللي تزيد عن أربع سنوات مثلا اللي عنده 16 سنة الضفل سنتين في السلم الحاضي عشر واللي عنده ثلاثة سنين فوق 14 غضي يضاف ليه ثلاثة سنين جوزافيا في السلم الحاضي عشر واللي عنده 15 سنة مثلا غضاف ليه سنة واحدة في السلم الحاضي عشر ما دون ذلك فاللي ما عجبوش الحال يضرب راسهم على حيات نهائيا ما كانت شيء حاجة ني بليس ني موان الآن كما قلت لكم سابقا أن قبل ما يحصروا اللوائع دي المستوفير للشراط ترقي برسم سنة عشر وعشرين خاصهم يحينوا ترقي في الرتاب برسم سنة عشرين وذلك ما تم والآن حتى المديرين دي المؤسسات شميع المديرين دي المؤسسات توصلوا باللوائح دي الترقية برسم الفين وثلاثة وعشرين بشي بدو في العملية دي التنقيد واستدراك إن تم إغفاله أي أستاذ أو أستاذة مستوفين للشروط وسهوا لم يدرج في اللوائح بشي تأكد فقط ومن بعد غين تاظرو احتدوز الترقية برسم سنة الفين وثلاثة وعشرين للتاريخ ديالها يكون شهر تسعود وبين شهر عشر وحضاعش آنذاك ستجتمع الليجان التنائية للبت في هذه اللوائح ونشير تلتة وتسعير ربعة وتسعين ما تبقى منهم وكل نستفدو على أساس أنهم توضفوا بالتامين مع ضحايا النظامين في المرسوم جوز عام كحور الآن ما تبقى منهم يتم إدراجهم مع الزنزان العاشر من المرسوم ومن المرسوم ومن المرسوم يقول لك ربعة وتسعين سنة ومن المرسوم ومن المرسوم يدروا 18 و19 و700 ألف سنة ومن المرسوم ومن المرسوم من المرسوم ومن المرسوم ودروا له البعي باعي إذن هذا ليس مبرر لأن الإدارة تتحسن معك تتقول لك المساطر القانونية نحن تنعمل بالمساطر القانونية وخير ودليل توقفات اللي تمت كيفها إضراب وكل شعار في إضراب ودروا غياب غير مبرر جامعي ولم يحرك أي كان ساكينا إذن الآن كيفاش واحد الفئة تتخدم بحال لغ انفوتاغ تخدم أسيد وتخدم بعض تنعرف إحنا غلمة هو اللي تيخدم أسيد وتيخدم بعض ولكن الآن اللي نتلقو بأن الفوجين دي الـ 93 خدموا مرة تخدموا أسيد واستافدوا مع ضحايا النظامين بأن هم توضفوا بالتامين والآن يخدموا بعض وغادي يستافدوا مع الزنسان الهاشرة كأن تخرجوا بالتاسعة دور 120 لم يكن معامن ومن بعد نضيف معكم أحد المباشر لم يكن معامن